السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة اليوم بعنوان كيف ننظم حملات إعلامية وكيف نوصل سوطنا للعالم أول خطوة هنحكي فيها هي عملية التخطيط للحملات الإعلامية والتاني خطوة هي اختيار الجمهور الذي سنخاطبه من المهم احنا بعد ما نخطط للحملات الإعلامية بنا نعرف مين هو الجمهور اللي بدها تستهدفه الحملة الإعلامية اللي بتخصنا النقطة الثالثة وهي الوسائل المستخدمة في الحملات الإعلامية ما هي الوسائل التي سوف نستخدمها في الحملات الإعلامية رابعا المتابعة الإعلامية وتقييم الأداء المتابعة الإعلامية وتقييم الأداء نيجي لأول خطوة وهي مرحلة التخطيط للحملات الإعلامية مما لا شك فيه أن الإعلام سلاح هام في عصرنا الحالي طبعا له دور كبير في الكثير من المعارك من الحروب لا شك أن الكثيرون يتساءلون عن الطريقة الأمثل للاستفادة من الإعلام لطرح القضايا التي نؤمن بها ونريد أن ننصرها الإعلام هي لديها المعاركين لبقا ذلك من استغلال الإعلام في الترويج والضغينة ما بين الشعوب وفي المعارك وفي الحروب وترويج للدول والترويج لإثارة الفتن في البلاد وإظهار قوة وعظمة بعض الدول على البعض الآخر إحنا ليش ما نستفيد من الإعلام بصورة أخرى ونؤمن بالقضايا التي يمكن للإعلام أن يعالجها هذا أهم شيء أو معنى الحملات الإعلامية والفرق ما بينه وبين الحملات الإعلانية أن الحملات الإعلانية بيكون هدفها الربح وهدفها مادي عكس الحملات الإعلامية التي تأخذ منظور التصويق الاجتماعي وبتروج للقضايا الاجتماعية وبتعالج قضايا خدماتية بتهم مصلحة الجماهير أو مصلحة المجتمعات ككل حسب نوع هذه القضية التي يجب أن تخدم أي مجتمع معه الإعلام ليس كما يظن الكثير مجرد وسيلة للظهور بشكل جميل أمام الآخرين لا الإعلام بيهدف أهداف كثيرة الإعلام له أهداف كثيرة مش بس هدف أنه يقنع الناس بوجهة نظرك وبس أنا بس أقنعك بوجهة نظري أو لا لا الإعلام بيخدم بيخدم أهداف له أهداف عامة كثيرة أول هدف من أهداف الإعلام اللي هو إقناع الناس المحايدين بوجهة نظرك وعدالة قضيتك أنه نحشد وتعبئة الأنصار ودفعهم للعمل والتحرك والرفع من معنوياتهم أيضاً كسر معنويات العدو أو شق صفوفه أو استمالة المؤيدين له وهو ما يعرف بالحرب النفسية إعلام الناس موقفك من القضايا المستجدة كل هذه أهداف عامة كثيرة يعني للإعلام ممكن اللي هو نستغلها ويستفيد منها الدول أو المسؤولين أو الحكومات أو الشركات أو المؤسسات أي إن كان نوع هذه المؤسسة أو المنظمة بيكون إليه هدف من خلال الإعلام بتحقق هدفها سواء قلنا ممكن حسب الأهداف اللي بتحملها سواء بقنع الناس أو بحشد أنصار أو بكسر معنويات العدو أو بأعلم الناس بموقف من القضايا المستجدة بصرح هذه كلها أهداف كثيرة الإعلام لا شك طبعاً أن الإعلام أن العمل الإعلامي يجب أن يرتكز على تخطيط بعيد المدى واتباع استراتيجيات واضحة وذلك بعيداً عن الارتجالية التي نراها لداء الكثير من العاملين في المجال الإعلامي أنه بيرتجل والذي كثيراً ما أدى إلى نتائج عكس ما يريده العاملون إننا في هذه الدورة وفي هذه المحاضرة سنركز على الحملات الإعلامية بمفهومها الحقيقي والتي يجب أن تكون مضبوطة بخطة واستراتيجية إعلامية أوسع وأكثر شمولاً نعرف إيش الحملة الإعلامية وتعريف الحملة الإعلامية من بداية ظهورها الحملة الإعلامية بطلق عليها عدة مسميات ممكن نقول حملات التسويق الاجتماعي أو حملات اجتماعية أو الحملة الإعلامية بشكل عام هي عبارة عن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي تهدف إلى إيصال رسال إلى المؤيدين أو المخالفين أو المحايدين والتأثير على مواقفهم اتجاه قضية معينة ومحددة إذن أنا بدي يكون عندي سلسلة من النشاطات والفعاليات ليش هذه السلسلة من النشاطات والفعاليات بدها في الآخر إنها إيش توصلني لهدف طبعاً أنا هذه النشاطات والفعاليات بعملها عشان إيش عشان أصل لهدف بتهدف لايش؟ بتهدف لايصال رسائل يعني نشاطات وفعاليات بوصل من خلالها رسائل لمين؟ رسائل للجمهور من هو الجمهور؟ سواء إلى المؤيدين أو سواء للمخالفين أو سواء للمحايدين والتأثير على مواقفهم اتجاه قضية معينة ومحددة أمثلة حملة إعلامية لإقناع الناس لانتخاب المرشح أبو محمود رئيسا لمجلس البلدية أو حملة إعلامية لإقناع الناس بمقاطعة شركة أمريكية تدعم الكيان الصيوني أو حملة إعلامية لإخافة المستوطنين ودفعهم للهرب من فلسطين عندي مثلا عدة أمثلة أنا ممكن أستخدمها بحيث أن أطلق عليها كحملة إعلامية سواء أنا أريد أقنع أن الناس تنتخي بحد معين أو أريد أن أقنع الناس أن تقاطع شركة معينة أو تقاطع اللي هو البضاعة الصيونية أو تقاطع مثلا اللي هو انتخاب شخص دون شخص آخر حسب نوع المنظمة أو نوع المؤسسة أو ما هي الموقف اللي بتتعرض لإله أو بتم توظيف الحملة من خلاله والهدف اللي بدها تصل لإله أو الرسالة بتتوصلها سواء لمؤيد أو مخالف أو محايد في الآخر أنا بدي أثر على مواقفه اتجاه هذه القضية اللي أنا بدي أحددها من خلال طبعا سلسلة من النشاطات والفعاليات لحتى أنا أوصل في حملتي لهدفي وأوصل فيه بنجاح إذن كتعريف الحملة الإعلامية سلسلة من النشاطات والفعاليات تهدف لإصار رسالة لمؤيدين أو مخالفين أو محايدين حتى أأثر على مواقفهم اتجاه قضية معينة ومحددة طيب التخطيط الجيد هو نصف الطريق نحو النجاح وعدم التخطيط هو التخطيط للفشل وهنا سنتناول أهم الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التخطيط بشكل سليم يضمن النجاح ولا بد من التأكيد على قواعد عامة في التخطيط لأي نشاط كان لو لا التخطيط لما نجحنا في كثير من حياتنا يعني بعض الناس بيكون عندهم مهارات عالية ولكن ما عندهم مهارات التخطيط لحياتهم واستغلال هذه المهارة في شيء مفيد يعني بيقول لك النجاح لو عرفوه بيقول لك أنه 99% فيه عبارة عن تخطيط 1% مهارة 1% مهارة يعني أنا ممكن أكتسب مهارات كتير لكن ما بعرف أخطط بشكل صحيح لحتى أستغل مهاراتي وأنجح كذلك أي أفكار أو أي قواعد أو أي طريق أنا بدي أمشي فيه أو بدي أحققه أو هدف بدي أوصله بدون ما أنا أخطط له تخطيط سليم أنا راح أفشل إذن التخطيط الجيد هو نصف الطريق نحو النجاح وعدم التخطيط هو التخطيط للفشل سنتناول أهم الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التخطيط بشكل سليم لابد من التأكيد على قواعد عامة في التخطيط لأي نشاط كان اللي هو أنا بدي أعرف إيش الأهداف التي يجب أن تكون واقعية وقابلية للتنفيذ يجب أن تكون هذه الأهداف والوسائل والمسؤوليات واضحة ومحددة بشكل لا لبس فيه يجب توفر الميزانية الكافية للتنفيذ ويجب توفر الكادر البشري القادر على التنفيذ يعني أنا في عندي قواعد عامة في التخطيط لأي نشاط أنا بدي تكون أهدافي واقعية يعني مش أهداف وهمية من غير قابلة للتنفيذ بدي أكون واقعي وحقيقي لحتى أنا أوصل في حملتي نحو النجاح بدي يكون عندي بدي تكون الأهداف والوسائل والمسؤوليات واضحة وضوحة الشمس بشكل ما فيش يلبس فيه وبيدي تكون الموازنة عندي متوفرة ما بدي أنا أشتغل بدون كادر بشري قادر ولا معدات ولا موازنة اللي تحقق هي تحقق لهدفي المطلوب طيب عندي القواعد الأساسية للتخطيط الحملات الإعلامية أول قاعدة ما هي الغاية من الحملة المراد تنفيذها إيش هو غاية الحملة تباتي أهم شيء يجب أن نفعله هو أن نسأل أنفسنا ما الذي نريد تحقيقه من هذه الحملة هل نريد التواصل مع مؤيدين وتعزيز صلطهم بنا أم نريد إقناعهم بسياسة جديدة أم نريد حثهم على اللي هو تشمير سواعدهم لتنفيذ خطة أو دخول مواجهة ولا بدنا نقنع الناس المحايدين ولا بدنا نقنعهم الوقوف على الحياد ولا بدنا نخوف خصمنا وندفعهم للهرب أو نقنع خصمنا بالاستسلام وعدم المواجهة ونقنعهم أنه بدنا نتصالح معهم وفتح صفحة جديدة مثلا في أي أزمة أو ما شابه هذا بتكون ما بين الدول المتخاصمة يعني أنا بدي أعرف الغاية من حملتي إيش هدفها اللي أنا بدي أسعى إلى له الهدف اللي أنا بدي أسعى إلىه من وراء الحملة الإعلامية طبعا النقطة الثانية بعد أنا ما أحدد تقولت اللي هو الغاية من الحملة تبعتي بدي أحدد بعديها أهداف الحملة التي تحقق الغاية التي رسمتها في الخطة الأولى موصفات الأهداف الجيدة طبعا الأهداف الجيدة حتى أنا أصيغها بشكل جديد يجب أن تكون هذه الأهداف واضحة ومحددة بدي أبتعد كثيرا عن الأهداف الفضفاضة والعامة مثال لا تضع هدف نشر الإسلام أكثر هدف نشر الإسلام كن أكثر تحديدا زيادة عدد المعتنقين للإسلام في أمريكا أو أي بلد آخر ولا تضع هدفا مثل مقاطعة كل الشركات الغربية المطبعة مع الاحتلال في هذا يشتت الحملة اختر شركة واحدة وركز عليها وركز عليها الحملة ثم نظم حملة أخرى لشركة ثانية وهكذا يعني ما تحارب الدنيا كلها من خلال حملتك بل حارب جزء معين ركز خلي هدفك محدود وركز على شركة معينة ما تشتت الحملة وتخليها تخرج عن مصارها الحقيقي أنه يعني أهدافي بدأتكون واضحة ومحددة اثنين أن تكون أهدافي قابلة للقياس يعني أنا بدي أقيس الحملة تبعتي وتخضع لقياس التأييد أمثلة مثلا مثلا على ذلك زيادة عدد الذين يخرجون بمظاهرات دعم القضية الفلسطينية بنسبة 50% أو زيادة عدد المعتنقين للإسلام في أمريكا إلى 10 ألاف شخص في السنة يعني بدأتكون قادعة للقياس ما هو القياس القياس الكمي أو القياس الكيفي طيب أن تكون ضمن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة أو الجماعة التي تعمل معها فلا يعقل مثلا أن تكون في مجموعة لمناضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ثم تخطط لحملة إعلامية تهدف إلى زيادة عدد تصاريح العمل في المستوطنات يعني هذا شيء غير مقبول لازم تكون الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة اللي بأعمل فيها واضحة وغير قابلة إلى التعارض مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة تبعتي يعني أنا بعد هيك بشوف إيش أهداف الاستراتيجية للمؤسستي بعدين بخطط لحملة إعلامية بتهدف إلى ما يتوافق مع مؤسستي أن تكون هذه الأهداف واقعية وقابلة للتطبيق فلو كان لديك ميزانية محددة تعتمد على المتطوعين لا تضع هدفا لك يحتاج لميزانيات عالية مثل أن أزيد عدد المقاطعين للبضاعة الصيونية في أوروبا بـ 200 ألف شخص ثالثا بدنا نحدد الجمهور الذي ستخاطبه فمخاطبة الحليف والصديق تختلف طبعا عن مخاطبة المحايد وتختلف عن مخاطبة العدو والخصم لهمية هذه النقطة وكثرة الأخطاء التي ترتكب هنا سيتم تناول في المحاضرة السابقة التالية اللي هو الوسائل والأساليب اللي بدنا نستخدمها في حملتنا بحيث أننا سنحرص على أن تكون ضمن الميزانية والكادر البشري المتوفر وسنتناول طبعا في المحاضرة القادمة الجدول الزمني للنشاطات التي ستنفذها وسنحرص على توضيح الجدول الزمني بكل فئاته القادمة إلى هنا وسننتقل بعدها إلى الخطوة المحاضرة التالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة